الحمد لله الذي اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وجعل الجهاد في سبيله باللسان والسنان سبباً لدخول الجنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بها النفوس مطمئنة وهي لقائلها من النار جنة وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمداً عبده ورسوله أفضل من رفع الفرض والسنة وشرع المعروف وسنة وصرف في طاعة ربه عمره وسنة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا من كشف الله بك عنا الغمة قد بلغت الرسالة وأديت الأمان ونصحت الأمة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى صاحبك أبي بكر صاحب العزم والهمة وعلى عمر الذي وصل بتقوى ربه إلى القمة وعلى عثمان الذي نفع الله به الأمة وعلى علي الكرار الغوث في الملمة أما بعد أحبابنا الكرام في ختام باب التوبة من هذا الكتاب المبارك ينبغي على العاقل أن لا يؤخر التوبة ولا يشغله عنها شاغل وأن ينظر إلى ثواب الله له يوم القيامة وهكذا كان السلف الصالح والصحابة الكرام رضي الله عنهم فقد روى مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بدر حتى سبق المشركين ثم جاء المشركون فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن الحمام يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخن بخن أي هذا للتعجب بخن بخن يا رسول الله فقال ما يحملك على قول بخن بخن فقال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها فقال له صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها قال فأخرج تمرات من كيسه فجعل يأكلهن ثم قال إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في يوم أحد قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقام عمر بن الجموح رضي الله عنه وهو أعرج ثم قال والله لا أطأن بعرجتي هذه الجنة فقاتل حتى قتل قال بعض أهل السير لما أراد عمر بن الجموح الخروج إلى أحد منعه بنوه وقالوا قد عذرك الله فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا أحبابنا كيف يكون حرص المؤمن على القتال في سبيل الله جاء عمر بن الجموح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن بني يريدون حبسي عن الخروج معك يا رسول الله وإني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد عذرك الله ثم قال لبنيه لا عليكم أن تمنعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة فخلوا سبيله تقول امرأته هند بنت عمر كأني أنظر إليه موليا يقول اللهم لا تردني إلى خربي وهي منازل بني سلمة قال أبو طلحة فنظرت إليه حين انكشف المسلمون ثم ثابوا وهو في الرعيل الأول لكأني أنظر إلى ضلع في رجله وهو يقول أنا والله مشتاق إلى الجنة ثم أنظر إلى ابنه خلاد وهو يعدو معه في إثره حتى قتل جميعا رضي الله عنهما وفي الحديث يا أحبابنا أنه دفن مع عمر بن الجموح أبو جابر في قبر واحد عمر بن الجموح وأبو جابر رضي الله عنهما دفنا في قبر واحد فخرب السيل قبرهم فحفر عنهم بعد ست وأربعين سنة فوجدوا لم يتغيروا كأنهم ماتوا بالأمس لله در قوم بادر الأوقات واستدركوا الهفوات فالعين مشغولة بالدمع عن المحرمات واللسان محبوس في سجن الصمت عن الهلكات والكف قد كفت بالخوف عن الشهوات والقدم قد قيدت بقيد المحاسبات والليل لديهم يجأرون فيه بالأصوات فإذا جاء النهار قطعوه بمقاطعة اللذات فكم من شهوة ما بلغوها حتى الممات فتيقظ للحاقهم من هذه الرقدات ولا تطمعن في الخلاص مع عدم الإخلاص في الطاعات ولا تؤملن النجاة وأنت مقيم على الموبقات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات عجبا لأمنك والحياة قصيرة وبفقد إلف لا تزال تروع أفقد رضيت بأن تعلل بالمناء وإلى المنية كل يوم تدفع لا تخد عنك بعد طول تجارب دنيا تغر بوصلها وستقطع أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع وتزودن ليوم فقرك دائبا ألغير نفسك لا أبلك تجمع لما علم الصالحون قصر العمر وحثهم قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم طووا مراحل الليل مع النهار انتهابا للأوقات فقد كان في مسجد أبي مسلم الخولاني رضي الله عنه صوت يخوف به نفسه الصوت هذا الذي تضرب به الدابة لكي لا تفتر عن العبادة وكان مصلى وهب بن منبه فراشه أربعين سنة وبقي أربعين سنة يصل الفجر بوضوء العشاء وكان أويسن القرني رضي الله عنه يقول لأعبدن الله تعالى كعبادة الملائكة في الكثرة فيقطع ليلة قائما وليلة راكعة وليلة ساجدا وكان علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم يسجد كل يوم ألف سجدة فسمي السجاد فهذه والله صفات المجتهدين وهذه خصال المبادرين فانتبهوا يا غافلين يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى باب الصبر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَالْآيَاتُ فِي الْأَمْرِ وَبَعْدَهُ فبه يحصل الثبات على الطاعة والبعد عن الذنوب به يحصل الثبات على الطاعة والبعد عن الذنوب والثبات على العمل الصالح فكأنه يقول لك يا طالب العلم لا تنسى أن تخلص نيتك لله عز وجل وإذا تلطخت بشيء من الذنوب لا تنسى التوبة الصحيحة واثبت على الإخلاص والتوبة وثباتك عليهما يكون بالصبر فناسب أن يتبعهما بباب الصبر والصبر يا أحبابنا في اللغة الحبس يقال قتل فلان صبرا أي أمسك وحبس حتى أتلف ويقال صبرت نفسي على الشيء أي حبستها فالصبر حمل النفس على الذي ذن تفارقه أو مكروه تتحمله والذي يجب منه ثلاثة أنواع يعني الصبر الواجب ثلاثة أنواع الصبر على طاعة الله أي أداء ما أوجب الله يعني صبر على فعلها لأن النفس يا أحبابنا تميل إلى الكسل وترك الطاعة أي تقهر نفسك على أداء الواجبات الدينية التي فرضها الله عليك كإقامة الصلاة في وقتها وفي البرد الشديد وصيام شهر رمضان وحضور مجالس العلم لتتعلم ما فرض الله عليك من علم الدين فالاشتغال بهذه الطاعات يحتاج إلى صبر يحتاج أن تصبر على أدائها وهذا واجب ومن صوره أيضا أن تصبر على أحكام الدين ولا تتعداها ولا تخالفها فنحن مأمورون بالثبات على الدين وعدم مخالفة أوامره فبعض الناس يا أحبابنا بسبب تركهم لهذا الصبر قد يكفر بالله العظيم كما حصل مع جبلة بن الأيهم وكان ملك نصارى العرب في الجاهلية وأدرك الإسلام وأسلم في زمن عمر رضي الله عنه فقد كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلمه بإسلامه ويستأذنه في الوفود عليه فسر بذلك هو والمسلمون فكتب إليه عمر أن اقدم علينا فلك ما لنا وعليك ما علينا ثم حضر جبلة الموسم من عامه ذلك فبينما هو يطوف بالبيت إذ وطئ على إزاره رجل من فزارة فحله فالتفت إليه جبلة مغضبا ولطمه فهشم أنفه فاستدعى عليه إلى عمر رضي الله عنه فبعث إليه يقول ما دعاك إلى أن لطمت أخاك فهشمت أنفه قال إنه وطئ إزاري فحله فلولا حرمة البيت لأخذت الذي فيه عيناه فقال له عمر أما أنت فقد أقررت فإما أن ترضيه وإلا أقدته منك قال أتقيده مني وأنا ملك وهو سوقه قال عمر يا جبلة إنه قد جمعك وإياه الإسلام فما تفضله إلا بالعافية فقال جبلة والله لقد رجوت أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية فقال عمر هو ذاك يا جبلة فقال جبلة أخرني إلى غد يا أمير المؤمنين فقال له عمر ذلك لك فلما كان الليل خرج هو وأصحابه فلم يلبث أن دخل قسطنطينية على هرقل فتنصر فأعظم قدومه وسر به وأقطعه الأموال والأراضين والرباع وكان جبل بعد ذلك ندم ندما شديدا وكان يقول وهو في القسطنطينية تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر تكنفني منها لجاج ونخوة وبعت لها العين الصحيحة بالعور فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر يا أحبابنا هذا الرجل ما الذي أوصله إلى هذا الأمر ما أراد أن يصبر على طاعة الله فينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه على الصبر على طاعة الله بعض الواجبات فيها مشق شديدة ومع ذلك ينبغي على الإنسان أن يصبر إذا أراد النجاة في الآخرة هذا من الصبر الواجب يجب عليه أن يصبر على أداء ما أوجب الله تعالى عليه أما القسم الثاني من الصبر الواجب الصبر عما حرم الله الامتناع عن المعصية أي حبس النفس عن ارتكاب ما حرم الله وهذا النوع أشد على النفس من النوع الأول لأن النوع الأول من الصبر هو الصبر على الطاعة والثاني هو الصبر عن المعاصي أي حبس النفس وقهرها ومنعها عن ارتكاب المعاصي التي حرمها الله تعالى وهذا يا أحبابنا يحتاج إلى مجاهدة أكبر لمنع النفس وضبطها كي لا تتجاوز الحدود فإذا لم يصبر الشخص خسر المعاصي أنواع يا أحبابنا أحيانا الشخص يكون بحاجة إلى مال فيجد مالا لغيره يسهل له أن يصل إليه فيمد يده بغير حق لا يصبر عن معصية الله أسأل الله أن يحفظنا من مثل ذلك يكون الشخص بحاجة للزواج ولا يستطيع أن يتزوج فيجد سبيلا إلى الزنا بسهولة فيزني من غير أن يمنع نفسه ويصبر عن الوقوع في هذه المعصية هكذا يهلك الإنسان نفسه أحيانا تمنع ولدك من أشياء مع أنك تحبه لأنك تعرف أن هذا يضره فأجدر لك أن تمنع نفسك عما يضرك كما تخاف على ولدك فليكن خوفك على نفسك أكبر روى ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس بإسناده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه كان يقول كنت كثيرا أسمع والدي أحمد بن حنبل يقول رحم الله أبا الهيثم فقلت من أبو الهيثم فقال أحمد أبو الهيثم الحداد لما مدت يدي إلى العقاب وأخرشت للصياط لما عذب هذا لما كان في أيام المعتصم الخليفة سجنه وعذبه رضي الله عنه ومع ذلك صبر يقول أحمد إذا أنا بإنسان يجذب ثوبي من ورائي ويقول لي تعرفني قلت لا قال أنا أبو الهيثم اللص مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت ثمانية عشر ألف صوت مفرقات يعني على مدى سنين طويلة وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا فاصبر أنت يا أحمد في طاعة الرحمن لأجل الدين فكان أحمد بن حنبل يقول نفعتني نصيحة هذا الرجل نفعتني نصيحة هذا الرجل مع أنه كان يقع في المعاصي حتى قال ابن الجوزي بعد ذكره لهذه القصة فانظروا إلى الشيطان كيف يتلاعب بهؤلاء فيصبرون على شدة الألم ليحصل لهم الذكر ولو صبروا على يسير التقوى لحصل لهم الأجر والعجب أنهم يظنون لحالهم مرتبة وفضيلة مع ارتكاب العظائم يقول أحمد بن الفتح رأيت بشر بن الحارث وهو المعروف ببشر الحافي رضي الله عنه في منامي وهو قاعد في بستان وبين يديه مائدة وهو يأكل منها فقلت له يا أبا نصر ما فعل الله بك قال رحمني وغفر لي وأباحني الجنة بأسرها وقال لي كل من جميع ثمارها واشرب من أنهارها وتمتع بجميع ما فيها كما كنت تمنع نفسك عن الشهوات في دار الدنيا انظروا إلى الصبر عما حرم الله كيف تكون عاقبته يا أحبابنا النوع الثالث من الصبر الصبر على الشدائد والبلاية أن تصبر على ما ابتلاك الله به أي على ما يزعج النفس من ألم أو أذى أو ضيق معيشة أو حزن يلحق بالإنسان بسبب المصيبة الله تعالى يمتحن الناس والبلاء يصيب الناس المؤمن مبتلى لا سيما إن كان الشخص من أهل المراتب العالية فإن البلاء ينصب عليه صبا هذا سيدنا آدم عليه السلام أول الأنبياء والرسل كان في الجنة يتنعم له فيها ما يشتهي لا يمرض لا يتعب ثم أنزله الله إلى هذه الأرض التي فيها الألم وفيها التعب وفيها المرض وفيها الضيق وفيها الجوع وفيها الشدة وفيها الحر وفيها وفيها ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام وهذا نوح عليه السلام وهو يبني السفينة على أرض يابسة كان الناس يستهزئون به وهو صابر يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به وهذا سيدنا أيوب عليه السلام ابتلي بمرض في بدنه وفي ولده وفي ماله فصبر ولم يعترض على الله ولكن هنا ينبغي أن نتنبه يا أحبابنا وأن يعلم أنه لم يكن مرضا منفرا كما يقول البعض أن الدود كان يخرج من بدنه والعياذ بالله هذا مرض منفر للناس الناس تنفر عنه وهو أرسل لدعوة الناس إلى الإسلام فلا يليق به أن يصاب بمرض منفر قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا رواه الإمام الترمذي فالأنبياء يا أحبابنا لا تصيبهم الأمراض المنفرة كالبرس وخروج الدود فغير صحيح أن سيدنا أيوب خرج منه الدود وغير صحيح أنه كان يأخذ الدود ويقول لها كلي مما رزقك الله الذي يقول ذلك كذب الدين وفارق الإسلام وعليه الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين قال المفسر الألوسي المتوفى في نهاية القرن الثالث عشر الهجري في تفسيره روح المعاني وعظم بلائه أي أيوب عليه السلام مما شاع وذاع ولم يختلف فيه اثنان قال بعض الفقهاء قال أهل التحقيق إنه لا يجوز أن يكون بصفة يستقدره الناس عليها لأن في ذلك تنفير أما الفقر والمرض الذي لا ينفر وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه الله تعالى بذلك وفي هداية المريد لللقاني المتوفى في بداية القرن الحادي عشر الهجري قال يجوز على الأنبياء عليهم السلام كل عرض بشري ليس محرما ولا مكروها ولا مباحا مزريا ولا مزمنا ولا مما تعافه الأنفس ولا مما يؤدي إلى النفرة ثم قال بعد ورقتين واحترزنا بقولنا ولا مزمنا ولا مما تعافه الأنفس عما كان كذلك كالبرص فلا يحصل للأنبياء والجذام فلا يحصل للأنبياء والعمى فلا يحصل للأنبياء لا يحصل أن ينبأ النبي وهو أعمى لكن العمى الطارئ قد يحصل بعد ذلك كما حصل لسيدنا يعقوب والجنون كل هذا لا يحصل للأنبياء فلذلك قال أهل العلم لا بد أن يعتقد أن الأنبياء لا يحصل لهم مرض منفر فسيدنا أيوب لم يصل إلى حد أنه أصيب بمرض ينفر منه الناس كما ذكر بعض الجهال الذين يذكرون قصصا مكذوبة على سيدنا أيوب عليه السلام وهكذا يا أحبابي أنبياء الله تعالى فعلينا أن نقتدي بهم بالصبر على البلاء بأن لا يحصل من الإنسان معصي بسبب البلاء الذي ابتلاه الله تعالى به أن يكف الإنسان نفسه عن معصية الله بسبب البلاء الذي نزل به بعض الناس الذين نفوسهم نيره إذا نزل بهم البلاء يفرحون يعرفون أن هذه فرصة لنيل الثواب إذا صبروا وكانت عليهم ذنوب تمحى إن لم يكن عليهم ذنوب يرتفعون درجات هكذا ينبغي أن يكون الإنسان صابرا على ما ابتلاه الله تعالى به مبتعدا عن المعصية صابرا على أداء الطاعة وبهذا تكون نجاته إذا كنت في ضيق الصبر يروحه إذا كنت في سعة الصبر يحجزك عن تجاوز الحدود إذا نزل بك البلاء الصبر يعينك حتى تتخطى هذا الأمر فتخرج منه سالما نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين اشتركوا في القناة